اليوم سوف أخبركم قصة فتاة تدعى ليلى لكن لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد هيا بنا استيقظت ليلى على صوت تحليق الطيور خارج نافذتها تحكمت وترنحت ثم نهضت من سريرها وركضت نحو النافذة كانت تحب النظر إلى الطيور على الأشجار بإمكانها التعرف على جميعها من خلال أغانيها بعد فترة نزلت ليلى لتناول الإفطار كانت والدتها بالفعل في المطبخ تصنع الفطائر قالت والدتها صباح الخير يا ليلى هل نمت جيدا؟ قالت ليلى نعم حلمت أنني طائر أطير عبر الغابة قالت والدتها هذا يبدو كحلم ممتع بعد الإفطار خرجت ليلى للعبي رأت فراشة ترفرف بجانبها ولاحقتها عبر الفناء أمسكتها بين يديها وأعجبت بأجنحتها الرقيقة ثم أطلقت سراحها بحذر حتى تتمكن من الطيران بعيدا لعبت ليلى في الفناء لفترة أطول قليلا ثم دخلت لتناول الغداء بعد الغداء أخذت قيلولة وعندما استيقظت خرجت مرة أخرى هذه المرة ذهبت ليلى في نزهة في الغابة رأت سنجابا يقفز صاعدا على شجرة رأت أرنبا يقفز عبر الشجيرات حتى أنها رأت غزالا يشرب من جدول كانت ليلى تحب التواجد في الغابة شعرت بالسلام والسعادة هناك كانت تعلم أنها ستحب الحيوانات دائما في يوم من الأيام كانت ليلى تمشي في الغابة عندما صادفت طائرا صغيرا سقط من عشه كان الطائر مجروحا وخائفا حملته ليلى برفق وأخذته إلى المنزل وضعته في صندوق مع بعض البطانيات الناعمة والطعام اعتنت ليلى بالطائر لعدة أيام أطعمته وأعطته الماء نظفت قفصه وتأكدت من دفئه بدأ الطائر يتحسن ببطء في أحد الأيام فتحت ليلى القفص وطار الطائر بعيدا كانت ليلى سعيدة للغاية لأنها تمكنت من مساعدة الطائر كانت تعلم أنها لن تنسى تجربتها أبدا كبرت ليلى لتصبح طبيبة بيطرية لقد أحبت وظيفتها وكانت بارعة فيها لقد ساعدت جميع أنواع الحيوانات من الكلاب والقطة إلى الخيول والأبقار حتى أنها ساعدت بعض الحيوانات البرية مثل الطائر الصغير الذي وجدته في الغابة كانت ليلى شخصية لطيفة وعطوفة لقد أحبت الحيوانات وكانت دائما على استعداد لمساعدتهم لقد صنعت فرقا في العالم حيوانا واحدا في كل مرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر